الإخلال بالوضع الراهني للمواقع المقدسة وهدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين وينبغي الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد العنف والتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية التحرك نحو توسيع المستوطنات اليهودية سيكون عقبة أمام السلام الذي نسعى إليه حل الدولتين يمكن التوصل إليه فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين نحن متزمون بأمن إسرائيل وسنواصل العمل من أجل مساعدتها على الاندماج في المنطقة كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط